نحن نقلنا بالأمس على الهواء مباشرة من عمان إذا تذكرون وتبعتوننا نقلنا حفل الأعلان الأقليمي للتكرير العالمي لرصد التعليم للجميع لهذا العام والذي تضمن طرحا لوضع التعليم وما يواجهه من مشاكل خاصة أنه بات في مقدمة النزاعات المسلحة بدلا من أن يكون في طليعة بناء السلام مما يبعد جيلا كاملا عن مقاعد الدراسة زاد جنبهم لجبهات القتال الدائرة خاصة في ظل عواصف الثورات الحديثة التي تنعكس سلبا على حق الأطفال في التعليم زمين المشاهدين عماد العضايلة تابع الإعلان أمس وقام بمقابلة مع شخصية قيادية ومؤثرة وفريدة من نوعها هي الملكة راني العبدالله رعاية الحفل لإطلاعنا أكثر على وضع التعليم العربي وتجربة الأردن بهذا المضمار خاصة وأنه يعد من الدول الرائدة في التعليم إلى التقليل نرحب بك جلالة الملكة في هذا اللقاء وشكرا لك على قبولك لقاء مع الـ MBC شكرا عماد وبحب أشكر قناة الـ MBC لإهتمامها بموضوع التعليم في العالم العربي بالذات بهذا الوقت اللي إحنا منمر فيه نتحدث أولا عن مشاركتك في هذا المؤتمر أو هذا الحفل ما الرسالة التي ستوجهها جلالة الملكة راني العبدالله من خلال كلمتها يعني زي ما حكيت يعني إحنا هلأ بمر بوقت مهم جدا التذكير بإنه التعليم يجب أن يضل أولوية بغض النظر على الظروف أو الإمكانيات أو الأنظمة الموجودة يعني زي ما أنت شايف وطننا العربي عم بمر بظروف ومتغيرات سريعة سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو القيادي ومرات بترافق هاي التغيرات بيصحبها فترة من الزمن اللي بتكون فيها عدم استقرار أو فقدان الأمان وللأسف الضحية الأولى بهاي الظروف بيكونوا الأطفال والمدارس والتعليم فأحيانا بيصبحوا الأطفال إذا ما بيروحوا للمدرسة بيصبحوا مجندون أو متسولون أو معنفون جسديا أو نفسيا فجاء هذا التقرير من يونسكو حتى يوضح ويبين العلاقة الوثيقة ما بين النزاعات المسلحة وعملية التعليم فيعني يجب أن يكون في تضافة للجهود بيننا كلنا حتى نتأكد أن العملية التعليمية تظلها مستمرة والتعليم لا يفقد أولويته بغض النظر على الظروف يعني إحنا اليوم بوطننا العربي في 6 ملايين طفل خارج الصفوف المدرسية بالمرحلة الابتدائية نصفهم في العراق والسودان واليمن وهي مناطق نزاع ويمكن أنه يكون الأرقام زادت خلال الفترة الماضية وللأسف يعني الخراب اللي بيصير خلال 3 شهور أو 4 شهور بده يمكن سنين وإمكانيات هائلة لتزبيطه يعني نحاول أنه نركز أنه ظلها التعليمي ظلها أولوية لنا كلنا إن شاء الله طبعا هذا من خلال ضوء النشاطات اللي أشرفتي على مؤسسات منها جائزة المعلم المتميز وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وغيرها من المبادرات أين ترى جلالة الملكة الأردن في هذا المضمار؟ يعني بحمد الله الأردن بينعم بالأمن والاستقرار وهي نعمة من الله يعني وإلها أثر كتير كبير على البيئة التعليمية وإحنا بالأردن تقريبا حققنا تعميم التعليم الابتدائي فما في عندنا مشكلة بالنسبة للتحاق ولكن تركيز الآن على تحسين نوعية التعليم ومخرجاته فمهم جدا أنه نحنا نخرج جيل من الشباب والشابات اللي مسلحين بالإمكانيات اللي بتتوافق مع مضطلبات سوق العمل يعني إحنا منعرف أنه بالعالم العربي نسبة البطالة بين الشباب توصل 25% يعني ربع الشباب العربي ما بيشتغل فإحنا لما منشوف أنه فيه نوع من الحزن أو اليأس أو الاحتقان بالشارع العربي فهذا مش مفاجأة يعني إذا الشخص مش قادر أنه يكون مستقبله ويبني عائلة ويطمح لمستقبل مشرق فهذا وضع سلبي جدا فيعني التركيز لازم الحقيقة يكون على المخرجات والنوعية مش أنه التعليم مش أنه نعطي الطالب كمية كبيرة من المعلومات حتى يحفظها لا التعليم هو أنه نعطيه الأساليب والإمكانية أنه يتعلم من كل ما حوله فالتعليم هي عملية مستمرة مدى الحياة يتسلح بالقدرة على التحليل، السؤال، التفكير الخلاق هاي الأشياء اللي احنا بدنا نميها بين طلابنا إن شاء الله بالنسبة للمشاريع اللي ذكرتها قبل قليل كيف تساعد أو تساهم في خلق فرص للتعليم للجميع؟ يعني أنا بالنسبة لي التعليم يساوي الفرصة الفرصة لأي شخص أنه يلعب دور في بناء وطنه أنه يكون قادر أنه يطالب حقوقه ويسأل عن واجباته والعملية التعليمية حتى نرتقي فيها فيها كتير عناصر متداخلة ومتشابكة فإحنا مثلا بالأردن من خلال المؤسسات المعنية بالتعليم نركز على الأساسات الثلاثة والعناصر الثلاثة للتعليم وهي الطالب، المعلم، والمدرسة فمثلا إذا إحنا بدنا نوفر التقنيات الحديثة في مدرسة إذا ما هاي المدرسة ما بيوصلها كهرباء فما استفدنا إذا إحنا بدنا مثلا ندرب المعلمين على آخر أساليب التعليم مش هيستفيدوا إذا كان الطلاب بيعانوا من سوق تغذية مثلا فبالتالي لازم إحنا تكون نظرة للتعليم نظرة شمولية بتضم كل العناصر وبتعطي النتيجة اللي إحنا نطمح إلها إن شاء الله لطلابنا إن شاء الله شكرا جلالة الملكة على هذا اللقاء بتخص الـ MBC في كلمتين يعني أنا بس بقول إنه كتير بحب أشكر الـ MBC لإهتمامها بهذا الموضوع يعني التعليم ثم التعليم ثم التعليم هو أهم إشي لمستقبل الشرق الأوسط حتى يكون مشرق حتى يكون فيه تكافأ في الفرص وحتى إحنا نوصل للمستقبل اللي إحنا نطمح له إن شاء الله شكرا جلالة الملكة على هذا اللقاء شكرا شكرا أكد نشكر الزميل عماد العضايلة وانضم صوتنا لصوت الملكة وأنه فعلا يظل التعليم دائما لها الأولوية بغض النظر عن أظروفه وبالنهاية أيضا سلاح سلاح فيه ندافع وفيه أيضا أنه إحنا نحمي نفسنا ونحارب فيه بضبط هي شكرة الـ MBC وإحنا نشكرها على أساس أن الإرادة السياسية لما تكون قوية ففيه خطوات راح نشوفها على أرض الواقع غير لما القيادة السياسية تبتعد عن أرض الواقع